السؤال اللي بعد كده بيقول ايه؟ لو سمحت من فضلك لو صليت على جنابه كنت اعلم انه حرام ولكن استحيت من الناس ولكن قرأت اني كده كفرت ومش عارف اعمل ايه انا ما استحلتش والله انا ما استحلتهاش والله فعايز اعرف انا كده كفرت وازاي اكفر عن الزنب ده يعني انا قبل ما اجابه على السؤال ده استحلفكم بالله يعني بلاش بلاش بالله عليكم حد يتكلم في الدين وهو مش من اهل العلم انتوا هتعملوا في الرجل ده ليه كده يعني هتخلوا رجل كفر طب ليه كفر عشان هو وهو جاهل انا اسف يعني هو جاهل فعلا فعلا بجاهل انت تخليه يا سيدي وفعله يعني مرعاة لنظر الناس اه صحيح دي حاجة بشعة ان هو يصلي وهو على جنابه عشان مستحي من الناس طيب ماشي بس يا سيدي ما توصلش المسألة ان انت تكفره وما انكرش ان الصلاة محتاجة الى طهارة ما احد ما قالش كده خالص انت جايلك قلب تقول عليه كده ازاي فعشان كده عايزين نتقل الله سبحانه وتعالى انت يا سيدي عليك ان انت تعيد الصلاة دي تاني وتستغفر الله سبحانه وتعالى على المعاصي اللي انت عملتها معصية ان انت تصلي وانت على غير طهارة فتصلي فتشتغل ايوة تشتغل بيه بقى فين المعصية اقول لي كده المعصية هي انك اشتغلت بالباطل فالاشتغاله بالباطل حرام الاشتغال بالباطل ايه حرام يعني انت لو بتعمل عمل باطل ومشتغل به بيبقى حرام يعني انت لما روحت صليت وعارف ان الصلاة دي باطلة فانشغلت بالصلاة الباطلة فانشغالك بالصلاة الباطلة حرام فانت عملت حاجة حرام طيب يبقى انت لازم تعمل ايه تتوب إلى الله تستغفر لله سبحانه وتعالى وتتوب إلى الله سبحانه وتعالى سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنك ويخفر لك هذا الذنب العظيم لكن يا سيدي ده ما لوجه دعا بالشرك أنت انشغلت بالباطل الحرام فعليك أن أنت تتوب إلى الله سبحانه وتعالى طب اللي قال لك ده شرك ومش شرك ومعرفش إيه قال لك الكلام ده ليه قال لك الكلام ده عشان هو شايف أنك تعديت على الدين وأنه هو بيصون الدين وعليه إن هو يصون الدين من المجرمين من أمثلك ليه يا سيدي ليه كل ده الرجل انشغل بفعل باطل والانشغال وبالباطل حرام وهو نفسه قال أنا ما استحلتش ده قال أنا والله اتكسفت من الناس طبعا هذا كمان شيء محتاج تسكية محتاج أن أنت تراجع نفسك لأنه واضح أن أنت فعل كلام الناس مؤثر فيك جدا فعليك أن أنت تراجع نفسك وتهزي بزادك وتراجع علاقتك بربنا عشان ما يبقاش نظر الناس عندك أكثر تأثيرا من نظر الله إليك فلابد أن أنت تتقل الله سبحانه وتعالى يبقى عليك أن أنت تتوب إلى الله سبحانه وتعالى توبة النصوحة وفي نفس الوقت ماذا تعيد الصلاة اللي أنت سلتها لأنك سلت صلاة بإعداء مختلف فعليك أن أنت تعيد الصلاة ترجمة نانسي قنقر